أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمنا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن مسيرة البناء والتطوير ترتكز على الاستثمار في أبناء الوطن وتنمية مهاراتهم وتعزيز الإبداع والابتكار في إيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يسهم في خلق فرص نوعية رافدة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الإقضبية اليوم سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة وكيل وزارة العمل بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل ملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين حيث أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على همية موصلة العمل والدفع بمسارات التعاون المشترك بين صندوق العمل تمكين ووزارة العمل بشراكة مع القطاع الخاص نحو مستويات أكثر شمولا بما يسهم في التنفيذ المتقن لكافة المبادرات والخطط الموضوعة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل من جانبه عرب سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على ما يليه من حرص واهتمام بدعم التعاون المشترك الهدف إلى توفير المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن تحقيقا للأهداف المرجوة